اشتركوا في القناة شجيانج الصينية بحضور عدد من المسؤولين المحليين وكبار رجال الأعمال في هذه المدينة وهي الثانية التي يزورها وفد البحرين بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية التي تقدمها البحرين لاستقطاب الاستثمارات الصينية والمساهمة في خلق فرص عمل في البحرين وترافقت زيارة الوفد الاقتصادي البحريني إلى مدينة هانجتشو توقيع اتفاقية التفاهم والتعاون والصداقة بين محافظة العاصمة البحرينية ومدينة هانجتشو التي تهدف إلى تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية الهمة بالإضافة إلى فتح قنوات التواصل الثنائي بين الجانبين وتنظيم الزيارات لشركات التكنولوجيا المتقدمة طبعا أنا سعيد اليوم أننا وقعنا اتفاقية مع مدينة هانجتشو طبعا هذه الاتفاقية الثانية اللي وقعنا في الصين ولا شك بكلها دور كبير في جذب الاستثمار إلى مملكة البحرين خصوصا أن هذه المدينة هي موطن لشركتي علي بابا وجولي الشيخ وكثير من الشركات ذات التقنية العالية وإحنا حريصين أننا نستجدب هذه الشركات للاستثمار في البحرين وبالفعل تم توقيع اتفاقية التفاهم بين مجلس التنمية الاقتصادية وجولي الشيخ لفتح فرع لهم في البحرين وإحنا سعيدين أن هذه الاتفاقية تكون بوابة للصين للاستثمار في البحرين والعكس للبحرينيين والشركات البحرينية للاستثمار في الصين كما وقع مجلس التنمية الاقتصادي اتفاقية تعاون مع شركة جولي الشيك منصة التجارة الإلكترونية الرائدة على مستوى شيجيانغ واتفاقية تعاون مع دائرة التجارة في المقاطعة بهدف تعزيز تبادل المعلومات من خلال تأسيس آلية منتظمة لتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية بين الجانبين وقعنا مذكرة التفاهم بين الشركة ودبي وهذه بداية جديدة لزيادة تنمية أعمالنا في البحرين لأننا نحن نعلق أمال كبيرة على هذه الأسواق الوعدة وطبعا لما نتكلم في الصين عن البحرين كثير من الناس نعرف كلمة الحرة لهذه الدولة هي طوابة طبعا هذه الأهمية للدولة معروفة أكثر فأكثر في أوساط عمال الصينية خصوصا في جوجيانغ أنت عارف هذه المقاطعة شهيرة بإمكانياتها الصناعية والخدمية وعقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين اتفاقية شراكة مع مركز شيجيانغ الدولي لتطوير الأعمال وذلك لتوطيد التعاون بين شركات القطاع الخاص في كل من البحرين والمقاطعة الصينية وتطوير القدرات المؤسسية في مجال تأسيس وتوسيع أنشطة القطاع الخاص في كل من البحرين والصين من خلال توقيع هذه الانتفاقية نهدف إلى خلق مجال لتباحث في فرص العمل المشتركة بين الطرفين البحرين والصيني نحن كغرفة تجارة صناعة البحرين طبعا عندنا اتفاقيات مشابهة مع كثير من المراكز الهامة وفي الآخر هي تصب مصلحة فتح المجالات الحوار والتعاون طبعا وجودنا في هذا المنتدى هذا يعطيها ثقل أكبر لأن الوجود ليس فقط غرفة تجارة صناعة البحرين ولكن لها تمثيل حكومي بعد فنهدف بساطة إلى أن نعطيها شكل رسمي أكبر ووجود اليوم العديد من الشركات التي تتمنى وتطمح لدخول السوق البحريني إن شاء الله يكون هذه بداية التعاون مشترك تعتبر مقاطعة شي جيانغ من الروادي في التعاون في مختلف المجالات في إطار مبادرة الحزام والطريق ومنطقة الشرق الأوسط تعتبر من أهم شركاء التجارة والاقتصاد لنا فمع توسع التبادل التجاري بيننا ومنطقة الشرق الأوسط علينا كذلك أن نعزز التعاون بيننا والدول الأخرى وتتميز مملكة البحرين بالحرية الاقتصادية والضرائب منخفضة جدا حتى في بعض الأحيان بدون ضرائب جمركية ولدى البحرين قدرة شرائية هائلة كما أنها تتميز بعلاقات ودية مع مقاطعة شي جيانغ لذلك نود أن نطور التبادلات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مملكة البحرين وسيتوجه الوفد البحريني الاقتصادي نحو العاصمة الصينية بكين يوم غد ضمن جولته التي تستمر تسعة أيام لتعزيز الروابط الاقتصادية مع الصين وذلك مع اقتراب البلدين من الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الرسمية بينهما ترجمة نانسي قنقر